اشتركوا في القناة قف الزميلة التعاول الامنية بين البلدين الى دائرة الضوء حيث يتذكروا الجميع كيف انقض المغرب المانيا من عملية ارهابية خطيرة في مدينة شوتغارت جنو في الجنوب في سنة 2018 وكشف موقع شبيغل اونلاين اندك ان عناصرا من المخابرات المغربية قامت بالزيارة الى المانيا في تالي دجنبير 2018 لمساعدة الاجهزة الاستخبارات الالمانيا في تحقيقاتها بخصوص اربعة اشخاص يشتبعوا في انهم خططوا لتنفيذ هجمات ارهابية في المانيا ووفق المصدر نفسها فتح مكتب المدعي العام في شوتغارت تحقيقا اوليا ضد اربعة اشخاص يشتبعوا في انهم خططوا لتنفيذ هجوم ارهابي مهدد لامن المانيا وفي سياق متصلة كانت الاستخبارات المغربية قدمت للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بالمانيا الاستخبارات الداخلية لالمانيا معلومات مفصلة عن التونسي انيس العمري الذي نفد عملية دهس قاتلة في بيرلين في سنة 2016 وكشفت تقارير اعلامية ان المخابرات المغربية علمت صدفة عام 2016 بشأن تونسي انيس العمري الذي نفد لاحقا هجوم الدهس في بيرلين وذلك بسبب صلاة بالاسلاميين متطرفين منحدرين المغرب في المانيا لكن السلطات الالمانية لابتأخذ هذه المعطاية على محمل جد وقام العمري في ديسمبر 2016 بتنفيذ هجوم دهس في احد اسواق عيد ميلاد وسط العاصمة الالمانية بيرلين واصفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا واصابة اكثر من 70 اخرين وتبين لاحقا قيمة المعلومات المغربية عندما كشفت لجنة البرلمانية الالمانية المتخصصة بالتحقيق في هجوم الدهسة ان الاستخبار الداخلية للبلاد لم تقم بالتحري عن المعلومات المقدمة من الجانب المغربية سوى لدى نظرتها الامريكية التي لم تقدم ردا الى عقب وقوع الهجوم حادث العمري غيرت من تعامل المانيا مع المعطاية الامنية المغربية الامر الذي جنبه هجوم شتوط غارتا في ديسمبر 2018 بعد سنتين على واقع زدة بيرلين نشكركم على حسن المتابعة